حل مشكلة عدم ظهور الصندوق في لايفات التيك توك ده موضوع حلقتنا النهاردة فاتتبع معايا الفيديو ده للنهاي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي اسمين عشر نهاردة كده هنحل مع بعض مشكلة عدم ظهور الصندوق في لايفات التيك توك بس يا ليت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعمل لايك للفيديو ده لأول مرة تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة ولو عندك اي سؤال او ستفسار اكتب لي في التعليقات طبعا اسئلة كتير احنا مش ظاهر عندنا الصندوق في لايفات التيك توك اول بس المباشر على التيك توك في الله بيني طبعا اول حاجة انت بتبدأ تعملها بنروح على متجر بلاي بضغط عليه كده وابدأ ان انا اكتب في البحث من فوق تيك توك او ابستور عندك على الموبايل بنضغط عليه بالشكل ده طبعا الطريقة دي انا جربتها بنفسي مع موبايل في موبايل ما كانش ظاهر فيه السندق خالص وجربتها وظبطت معي هنا طبعا بنلاقي كلمة تحديث بابدأ احدث التطبيق معايا لاخر اصدار نزل على متجر بلاي او بستور عندك على الموبايل بتبدأ تحدث التطبيق التطبيق بيبقى فيه خلل لما ما بتحدثوش فبابدأ ان انا نعمل تحديث طيب لو ما فيش كلمة تحديث في كلمة فتح بس طبعا لو في كلمة تحديث بابدأ انتظر لما العدد يخلص معايا وابدأ يظهر لي كلمة فتح بيبقى موجود فتح بقى انت كده حدثت التطبيق بتروح على لايفات البست المباشر عندك على التيك توك بتلاقي ان ظهر الصندوق مفيش مشكلة فحالة ان انا في فتح بس بابدأ كل اللي عليك ان انت بتنزل كده بتروح على التطبيق من بره بتضغط دوتها مطولة ومن هنا علامة I باختارها ومن هنا ببدأ ان انا انزل على الحاجة اسمها مكان التخزين وبستلم مسح التخزين المقض طيب مسح التخزين المقض هال هيؤثر مع amiga في اي حاجة في التطبيق مش هيؤثر معافي في اي حاجة بتضغط انت بس مسح التخزين المقض بتلاقي انه oikeزهر معاك بعد التحديث وبعد مسح التخزين المقض مش ما اللي بقول ده التى او شركة mentality اللي بتقول الكلم ده بتبدأ ان انت كمان تعمل تبديل بين الشبكات يعني انتبش اقلا что الواي فاي بطيء بتشغل البيانات الهاتف بتبدل للواي فاي وبيظهر معاك على طول يمكن ان النت عندك بطيء ولا حاجة بس كد عندك اي سؤال او اصف صار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات هشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته